حدثة الرياضية واحدة خففت من أوجاع تعصب الرياضي في الملاعب السعودية أصيب لاعب فريق النصر إبراهيم غالب خلال مشاركته فريقه النصر في بطولة دور أبطال آسيا فسارع جمهور فريق الهلال لتحيته والدعاء له بالشفاء ما حصل لغالب أصاب الجماهير النصروية والسعودية بالحزن حيث سيحرم الفريق العاصمي من خدماته حتى نهاية الموسم ردة فعل الرياضيين مسؤولين ولاعبين كانت حزينة تجاه ما حدث لغالب متمنين عودته قريبا للملاعب جماهير ناديي الاتحاد والأهل تمنت شفاء أيضا لللاعب السعودي إضافة إلى لاعبي الفريقين الذين رفعوا قمصان عليها صورة غالب وعبر تويتر توالت تغريدات من لاعبين ورؤساء أندية كرئيس الهلال السابق الأمير عبد الرحمن بمساعد والمحترف الأجنبي في الهلال تياغو نيفز الروح الرياضية الغائبة في كثير من الأحيان عن الملاعب السعودية كانت حاضرة بعد إصابة إبراهيم غالب وعلى مختلف مدرجات الأندية إضافة إلى ساحة تويتر التي حفلت بالعديد من التغريدات الداعمة لإبراهيم غالب محمد اليوسي العربية